ترأس سعادة السيدة هالا رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي جلسة نقاشية ضمن عمل منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي في جمهورية أنجولا بمشاركة الشعبة البرلمانية وخلال الجلسة أكدت هالا رمزي على أن استدامة التقدم الذي تحريزه المرأة البحرينية يعكس الدعم الذي تحظى به من لدني جلالة الملك المعظم ومساندة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء مثنية على الاهتمام الكبير بالمرأة البحرينية من سمو قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ولفتت إلى أن المرأة البحرينية وفي إطار جهودها الفاعلة والمؤثرة في السلطة التشريعية تحرص على تقديم الرؤى والمبادرات التشريعية التي تعزز الحماية القانونية لمختلف فئات المجتمع تم طرح الاستعدادات والتحضيرات للمنتدى النساء البرلمانيات والذي عقد اليوم أيضا في جلستين الجلسة الأولى كانت لمناقشة مشروع قانون بشأن الإتجار بالأيتام ودور البرلمانات في الحد من الأضرار الناتجة عن ذلك والموضوع الآخر الذي ناقشه المنتدى كان في الجلسة الثانية وكان هو عن النساء في السياسة أيضلون أم يتركون وهذه المناقشة كانت تهتم بالسبل الممكنة لدعم المرأة في السياسة لدعمها في مكافحة العنف كما شارك أعضاء الوفد الشعب البرلمانية في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الإسلامية وكذلك الاجتماع التنسيقي لمجموعة أعضاء البرلمانات في المجموعة الإسياوية ترجمة نانسي قنقر